نترك بقى المؤشرات والتوقعات جانباً للوطنية للانتخابات أن تعلنها يوم لتنين ونتكلم عن ما هو قادم هو هيحصل إيه في الأيام المقبلة نشوف أولاً بعد الإغلاق النهاردة يبدأ الفرز مباشرةً ويستمر حتى غداً طبعاً بيحضروا مندوبه اللجاء مندوبه المرشحين لازم يكونوا حضرين الفرز علشان يكونوا شهدين على كل التحركات ثم ده حتى بكرة ثم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان يوم الخميس 14 ديسمبر طيب هتتلقاها ليه؟ لأنه زي ما قلتلكم في مندوبين للفرز موجودين من مندوب المرشحين موجودين جنب السنة دي وهم بيفرزوا في مندوب لكل مرشح أو وكيل لكل مرشح موجود تبت الهيئة في الطعون يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر و18 ديسمبر تعلن النتيجة لو بقى وهذه نسبة طبعا ضعيفة جدا لو في إعادة تبدأ الحملات الانتخابية 19 ديسمبر السؤال الآخر اللي يجب أن نطرحه هو متى تبدأ فترة الرئاسة الجديدة ومتى تنتهي؟ وفي هذا جدل قانوني دستوري حننقشه في حلقتنا لكن احنا عندنا مادة من الدستور مادة 140 من الدستور الفقرة الأولى بتقول ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه حنناقش بقى هذا الجدل القانوني والدستوري في حلقتنا لكن مبدئيا عشان احنا بنحب ننظر للمستقبل بنقول لكم انه يوم 18 عندنا اسم رئيس جديد اما تمديد لولاية الرئيس السيسي او اسم رئيس جديد يوم 18 تعلن كل النتائج ونشوف ماذا سيحدث بعد ذلك يلا نشوف لقطات من اليوم التالت خلاص فاضل يعني 50 دقيقة تقريبا 50 دقيقة وتغلق اللجان في كافة انحاء الجمهورية 11 الف لجنة 27 محافظة طبعا لو فيه ناخبين هيفضلوا موجودين حتى اخر ناخب امام اللجان ومباشرة يبدأ الفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة النهاردة كان فيه ايضا اقبال معقول جدا لكن اول يومين ده كان الاقبال الكثيف من الناخبين فالحقيقة انها غالبا هنشوف ارقام كما قال مستشار بن داري قال هنشوف ارقام تاريخية ترى ايه هي الارقام التاريخية دي ننتظر العليا للانتخابات